الأفضل للتعلم هل هي كتب ولا دورات هي أنت طريقة تعلمك الأشرع والأريح والأفضل والأكثر كفاءة هل هي من القراءة ولا من الاجتماع والمشاهدة ممكن تشتري كتب تكنزهم بالبيت ما تستفيد منهم شيء وممكن تشتريك دورات وتحطهم ما تستفيد منهم شيء فالآن هل أنت من دولة ولا من دولة من دولة ولا من دولة الآن إذا خلصنا من حتة أنه لا أنا أفضل أقرأ أفهم أفضل بالقراءة أو أنا أفهم أفضل في المشاهدة للفيديو وزي كذا نروح للي بعدها اللي بعدها هي أفضل الكتب أو أفضل الدورات أفضل الكتب بالنسبة للتعلم والبرمجة وليس أفضل كتاب أنا أقول أفضل الكتب ولا في أفضل أصلا لأنه في معايير كثيرة مفاضلة بدون معايير خطأ لكن أفضل شيء ممكن أنك تجده معايير اختيار الكتاب الصحيحة فكتب التقنية أول شيء تاريخ النشر يكون تاريخ حديث يعني من سنتين وجاي معقول ثلاثة سنين لماذا لأنه في أشياء تتحدث بعض لغات البرمجة قد لن يعني ممكن أربعة سنين تامسي لكن خلنا نكون واقعيين يعني ثلاثة أربعة سنين وجاي معقول واحد اثنين المحتوى حق الكتاب والله فيك تقدر تشوفه قبل تشتريه طبعا ايه بسرين معمزون أنت تشوف الفارس حق الكتاب هل هذا هي المواضيع اللي أنت تدور عليها وهل تعرفها أو ما تعرفها بمعنى أنه كل ما زاد جهلك في فارس الكتاب كل ما صار الكتاب أفيد لك هو هذا وش هذا ما أدريه ولكن ما يكون أفيد لك طبعا هو عشوائيا توضيح لك المقصود لما يقول لك كل ما زاد جاهلك مرات ما تمري هو كتاب ذا يبيعلمني شي جديد أنا ما كنت أعرفه خلاص هذا قصدي وأيضا تأكد أن الكتاب يوديك على غايتك لأنك ممكن تشتري كتاب اسمه شي فهمت اسمه أنت غلط فشيف المحتوى عشان تأكد أنت رايح هناك وليس رايح هناك بعدين أي قارئ الكتاب بالدنيا يهمه اسلوق الكاتب حلوقه حلو مبحلو شيف اسلوقه اسلوقه زين مبزين بعد كذا شفت أراء الناس تقييماتهم والأهم من ذا كله منه اللي ألف الكتاب من يقاعد يعلمني ذا عنده سالفة ولا ولا قد يين بالشغلة فاهمه شقاعد يقول ولا يكلام يعب سلام الحين خلاص هذه فلترك للكتاب المحتوى المسجل زين الكورسات خلاص أول حاجة بما أي واحد يبي يشوف فيديو أول شي يهمه طبيعي جدا الإنسان اللي هو يحب يشوف فيديوهات واش قاعد يسمع إذا كان أول شي صوت الشخص هذا واضح ولا مبواضح مريح لي صوته ولا مريح لأنه ممكن بعض الناس لهجته أو صوته تجيب لك ذكريات سيئة ما يصلح لك فأتأكد إنه لا تدخل فيه كورس لا يمكن على الأقل إنك تسمع صوت المدرفين أبارجع هالحين السالفة الدورات بدينا أول شي صوته صوته مريح أم مريح أريد أستنبسط أنا ما أنبسط مع صوته الثنين لازم يكون فيه عندي هدف تعلم خطة تعلم محتوى ترى فيه فيه ناس ما في خطة يعني ما عندي محتوى أشوفه قبل ما أني أبرا صحيح ما فيه فهرش أطلع عليه أبقى أطلع أشوف أنا وين رايح عشان ما عنصدن بعدين إذا خلط لقي شي ثاني خلاص بعد كذا هل فيه عينة هتفرج على أبوتاء والشباب ذا درسين ثلاثة أربعة هتفرج عليه واضعه بعد كذا منه اللي قاعد يشترح ذا وين إنجازاته وين مشاريعه وين شغله وين الشي سيفي حقته نفس الكاتب ثم تشوف تقييمات الناس إذا سقط أي واحد من هذولي اللي قلت لكيان قبل شوي سواء بالكتوب ولا بالدورات اهرب اهرب لهذه معايير أساسية لازم تكون موجودة عندك أعتقد أنه أنا هالهين عطيتك المفاتيح باقي عليك شي وقت أنك تسوي كذا خلاص بسم الله تروح الموقع زي هذا هذا الموقع مع مثله حط له حط له الرابط حرب تروح الموقع ذا وتدرس ترجمة نانسي قنقر